اغلق اجهزة التدفئة عند النوم في الشتاء يعني لما تيجي تنام في الشتاء تغلق الاجهزة اللي بتصدر منها اي حرارة او اي ضوء او اي نار طبعا عندنا حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون طيب ده دي نار يعني الحديث قال لا تتركوا النار ما قالش بقى لا تتركوا الاجهزة العلماء قالوا النار يعني ناتج الاجهزة ده ما هو نار فلما الانسان يكون مشغل مثلا جهاز تسخين او جهاز تكيف او جهاز تدفئة او جهاز تسخين مية وهو نايم والجهاز اللي هو في قلب الجهاز مش هيفصل فتزيد حرارته ممكن تحصل مشكلة فالنبي قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون سواء كانت نار مباشرة واحد مربي ولعة او واحد ايد نار يعني او سواء كانت نار في جهاز لانه طالما نايم يبقى ما عندوش القدرة على التحكم في هذا الجهاز حتى زمان في الفقه الاسلامي الامام النووي بيقول في شرح النص ده يعني بيقول هذا الحديث عام تدخل فيه نار الصراج يعني الكلام ده هو عام نار الصراج بتخش فيه وبعد كده قال واما القناديل المعلقة في المساجد كان زمان بيعلقوا لونة كده في الجامع قال فانخيف حريق بسببها الهوى قام وبعدين طيارها يمين وطيارها شمال وقعدت تتمرجح كده وجايز تولع قال دخلت في الامر بالاطفاء ايه هو الامر بالاطفاء؟ لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون وسيدنا أبي موسى رضي الله عنه بيقول لنا احترق بيت بالمدينة على أهله بتولع في مدينة رسول الله فتحدث الناس بشأن هذا البيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار إنما هي عدو لكم الويل العدية النار دية عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم يعني لما تناموا وتشدوا اللحاف طفوها طفوا النور طفوا الزرار طفوا الولعة علشان تبوا مستريحين بحس إن درجة الحرارة تصل إلى شيء معين شيء مستقر وخاصة إحنا مش في البلاد الأوروبية للإنسان بيحتاج الأجهزة شغالة للنهار يمكن هذا النص يتوافق تماما مع حالنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يعيدنا من البلاء والشقاء وسوء القضاء اللهم أمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة